استقبلها رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد الملك السفير الصيني لدى اليمن كانغ وانغ حيث جرى مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين وأفاق تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وجدد رئيس الوزراء خلال اللقاء التأكيد على تضامن اليمن وشعبها مع القيادة والشعب الصيني الصديق في محاربتها ونيابة عن البشرية لوباء كوفيد 19 كورونا منوها بالجهود الفاعلة للصين وقيادتها في الاستجابة السريعة لمواجهة الوباء وحماية الأجانب المقيمين في الصين ومنهم اليمنيين ومعاملتهم معاملة الصينيين بدون تفرقاء بل وباهتمام أكبر وتطرق اللقاء إلى التنسيق المستمر بين الحكومة والسلطات الصينية المختصة لمتابعة أوضاع الطلاب والجالية اليمنية في الصين والإجراءات المتخذة لحمايتهم من هذا الوباء وأكد الدكتور معين عبد الملك بهذا الخصوص أن الحكومة تتابع عن قرب مع السفر اليمنية في بكين بالتنسيق مع السلطات الصينية المختصة أوضاع الجالية اليمنية والطلاب وعوائلهم في مدينة وهان مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية الطلاب والجالية اليمنية وجوانب الدعم والمتابعة المستمرة واليومية لأوضاعهم بما في ذلك صرف المساعدات المالية العاجلة للطلاب وعائلاتهم في مدينة وهان لافتا إلى أنه لم تسجل أي إصابات بالوباء في أوساط الطلاب والجالية اليمنية حتى الآن واستعرض اللقاء مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والدعم الصيني المستمر للحكومة في جهودها لتطبيع الأوضاع والاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحثي بما في ذلك دعم خطط التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار إضافة إلى جهود إحلال السلام والسمرار تعنت الميليشيات الحثية في رفض الحل السياسي وتطبيق التفاهمات المتفق عليها برعاية الأمم المتحدة وآخرها اتفاق السكهولم ونوها رئيس الوزراء بمواقف الصين الداعمة للحكومة والشعب اليمني في كافة المجالات انطلاقا من علاقات الصداقة المتينة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين منذ القدم مستعرضا مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والجهود الحكومية المبذولة لتجاوز مختلف التحديات وجوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة بدوره جدد السفير الصيني التأكيد على موقف بلاده الثابت في دعم الحكومة الشرعية واستمرار تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني ودعم جهود الحل السياسي وعبر عن امتنان بلاده لليمن وكل الدول التي وقفت وتضامنت معها في مواجهة هذا الوباء مشيرا إلى المتابعة المستمرة لأوضاع الجالية والطلاب اليمنيين المبتعثين في الصين وما يحظون به من عناية واهتمام ورعاية خاصة حضر اللقاء مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس بحارثة ترجمة نانسي قنقر